خبر برضو بيدينا كده انطباع عن يعني هو ايه اللي بيحصل في الدنيا حدسة قتل بشعة تسمع عن اتنين تخنقوا في الشارع على سبب تافه مقبولة اتنين ضربوا بعض على موضوع بسيط برضو مقبولة وبنشوفها وبتحصل لكن واحد يموت واحد بست طعناط بالسكينة عشان قالوا كلمة معجبتوش القصة انه سواء ميكروباس والتباع اللي معاه قالوا الواحد من الركاب نزل رجلك حاطت رجله على الكرسي على ظهر الكرسي فسواء قالوا تشيل رجلك او نزل رجلك اتخنقوا مع بعض الموضوع تطور كلمة من هنا على كلمة من هنا الراكب دو تتصل بصحبه وجم ضربوا السواء وضربوا التباع وطلعت السككين وقتلوا السواء حاجة طبعا بشع جدا وصعبة جدا ويعني مش قادرة تخيل النهار دا ازاي يحصل حدثة بالبشاعة دي على سبب التفاهة دوت وحد دي تنتهي حياته وتنتهي وكان بالمناسبة يعني الاخبار بتتكلم ان هو كان لسه متجوز بقاله كم شهر وشاب مكافح للقمة عيشه وشغال بالعكس بيدعم أسرته وهو اللي بيعول أسرته والده والدته وهو يعني حمايتهم وهو اللي بيوفر لهم الدعم المادي هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل بقى في القصة دي طبعا اجهزة الامن زبطت المتهمين وقرارة النياب العامة تحبسهم أربع أيام احتياطي على زمة التحقيقات